يعني في البداية يا مساء الخير إليك والأستاذ المشاهدين والضيوف الكرام إسرائيل واليمين المتطرف في إسرائيل يحاول استثمار اللحظة التاريخية هذه اللحظة التاريخية التي نتج عنها خطة ما يعرف بصفقة القرن أو الرؤية الأمريكية لحل القضية الفلسطينية التي تنحاز بشكل مطلق وبشكل كامل للرواية الإسرائيلية رواية اليمين الإسرائيل المتطرف في إسرائيل الحاكم التي تهدف إلى تثبيت الوضع القائم هذا الوضع الذي استطاعت إسرائيل تحقيقه خلال من عام 1967 وحتى الآن هذه الخطة جاءت لكي تثبت هذا الوضع القائم بعدم إخراج أي مستوطن من مكان سكنها كما قال كوشنير عندما سئل عن المبادئ التي انطلقت منها هذه الخطة قال أن هذا المبدأ انطلق من بقاء الوضع الحالي وعدم إخراج أي مستوطن بهدف تفتيت الجغرافية السياسية الفلسطينية وتفتيت الديمغرافية الفلسطينية وجعل الأراضي الفلسطينية جزر معزولة تحيط بها المستوطنات الإسرائيلية من كل جانب وبالتالي إسرائيل تحاول الاستثمار هذه اللحظة التاريخية من أجل فرض حقاق على الأرض لذلك هي تحاول الموازنة ما بين الموقف الأمريكي الجديد وعدم استعجال الأمور لعدم تفجر الأحداث ومن ثم تحاول فرض سيادة إسرائيلية من خلال الحديث عن فرض القانون باعتبار أن القانون الإسرائيلي هو يسري على منطقة غر الأردن ومناطق وهذا ليس بالأمر الجديد لأن الأراضي الفلسطينية بحكم الاحتلال هي واقعة تحت احتلال وواقعة تحت قوانين الاحتلال وهذا لن يضيف جديد ولكن هو محاولة لتغيير الوضع القائم محاولة إلى تثبيت الرواية الإسرائيلية وتثبيت واستثمار الموقف الأمريكي بضم منطقة الأغوار بدون إحداث ضجة إعلامية وضجة سياسية خاصة أن الموقف الأمريكي طلب من حكومة اليمين عدم إعلانة ضم في الوقت الحالي لتضاح المواقف العربية والدولية خاصة في ظل تصاعد حدة الرفض العربي والفلسطيني والدولي الذي عبرت عنه العديد من الدول والعديد من الكيانات الدولية والتي رفضت بشكل مطلق الموقف الأمريكي لأنه موقف منحاذ ولا يمكن أن يؤسس لعملية سلام جدية تفضي إلى حل للصراع اشتركوا في القناة